أسمع تعليقكم مباشرة على ربعية ندي الأهلي أمام طلع الجيش ربعية جميلة ومن بداية الشوت الأول كده ريحت الناس وده الفرق بين المباراة اللي بتفضل معلقة والمباراة اللي تقريبا بتحسن في الدقائق الأولى أو في النص أو في الشوت الأول عموما بتريح الناس فالأول مرة من فترة المباراة ما تبقاش معلقة عشان كده الناس كانت مبسوطة وإحنا كنا مبسوطين طبعا جدا والأداء طبعا متميز وكل ما بتبقى اللعيبة مرتاحة بيبقى فيه الأمور جيدة أه طبعا وبتفرق بعد كده حتى في أداءهم يعني تمام أستاذ محمول كابتن دي أفضل أخذكم مرة فني بقى كل مرة نخش بس لازم المشاكل دي هتروح فيها دي أفضل مباراة للأهل في الدوري بعد مباراة المصري يعني مصر أربعة بردو ما هي من بدأنا المصري في ربعية دي أفضل مباراة تلعبت بعد مباراة المصري يعني الروح الشغل العالي جدا من الضغط واللعب والاستمرار وعدم الاستسلام والرجوع ونص الملعب كان في حالة جيدة جدا وتحركات اللاعبين يعني عاوز أقولك إيه مباراة حسيت تقدر تقول هو ده الأهل اللي مطلوب في الفتر اللي جاي يعني حتى مطلوب تلعب كل ماتشاتك اللي فضلين في المسابقة بنفس الروح بنفس الإصرار ما فيش كلام ما فيش بص ما فيش حاجة اسمها فرقة صغيرة خلاص الصغير بقى كبير دلوقتي ما عندوش بيلعب معاك لان برضو عاوز أعمل البطولة قدامك فالحذر ثم الحذر من بارح كان أداء مفاجئ لناس كتير جدا بأمانة شهدية واحدة من أفضل مباريات اللي تلعبت من حاجة التحركات اللاعبين من حاجة إصرارهم رغم أنت كان ممكن نتيجة تب أكتر من أربعة كان ممكن تروح وضربة الجهازات ضيعة بالفرص بالفرص اللي راحت لكن عايز أقولك واحدة من أفضل مباريات الأهلي إن شاء الله تكون مبشرة لما هو قادم عندك مواجهتين برضو لا يستهان بيهم مع الداخلية والطلاع مرة تانية أمبارات صعبة جدا بروحه بحسابات مختلفة حتى انتظار الأمبارات المتصدر برامل زودين المباراة اللي هتبقى عاملة زي ما تقول هي شكل المنافسة على اللقب فأنت هنا عملت واحدة من أفضل الحاجات لأن الناس قاعدة منتظرها منتظرين يعني يعام أقول أحنا عاوزين نشوف عاوزين نشوف اللي احنا متعودين عليه عاوزين نشوف الإسراء ومفكر الناس بالتسلس التاريخي للأهلي بيجاء كده فيه متشاهة وافتك المسلم 96-97 لما كان دور أول أداء متزابزل دور تاني عمل 13 مباراة عالمية يعني في صعي نحو اللقب حتى وصل المباراة الشهيرة مع مباراة نزا مالك اللي انتهت بـ 2-0 فعاوز أقولك أنه لا مباراة مختلفة مباراة أتمنى تكون هي الدافع تكون الواجهة الجديدة لبطر الدوري للدفاع على اللقب وفي المواجهات المقبلة واللي جاء إن شاء الله بيجينا تعالى